اشتركوا في القناة نوافل في العام كله فاذا جاء شعبان خصصته لصيامة الدين شو شو رضي الله عنا كانت في العام كامل تصم ذيك قال لي ياما انت عندنا فلا تصم قد تصم جتال في النوافل لكن كي يجي شعبان عاد تؤدي ان شاء الله قضاءة تلك الايام الواجبة عليها في شعبان باش تسعد الرمضان باش تسعد الرمضان واذاك واش براك ستنا انت يا ولا انت يا اللي فيه الكريدي ديال هالعام يصموا الى فوتو العام وما عندكم حتاش يعذر باش تخليوه وتوخروه غادي تزيدو على روحكم الفيديا مع كل نهار يخستكم تطعمو مسكين الله يرحم لكم الوالدين اسرعوه وعجلوه في قضاء الايام الفائتة ما تخليوش يدور علي هالعام كل عام عندو عبادته رمضان ديال العام يتصم في العام ما شي تخليوه عدال عام لاخر كاي اللي يقول لي فيه اثناش العام اثناش العام الشي تكندر على شي ومازا رايز تنا وفوقها شتت شعب تروح عن صدر بي ولا لا اخير كاي يقول لك الله يرحم لكم واللي الوالدين ديالي ماتو فرمضان لا انت على الملفات مورا وما صاموش هذك الشهر كي غادي نديرانا انا والدي يا ما صاموش رمضان وماتو من رمضان وما خرجنا لا فيديا ولا صاموش نغني ندير لقد تأخرتم يا ابناء الوالد ان شاء الله يعني لقد تأخرتم يعني على والدكم قريب راكب العام عادوا ركو تسقسيو في الحقيقة كيمة الوالد انتعكم الوالدة مور رمضان وما صاموش تمان شاء الله كنتو تسقسيو باش تأديو عليهم شاء الله تبارك وتعالى شوفو عندكم مجموعة عندكم يعني طرق كثيرة كيفاش تديرو هم ابنين كانوا امراض في كلوقيتا ما كانوش يقدروا يصوموا وماتوا ما عاشوش باش نقولوا الى براوا عادي يصوموا ما ما عاشوش ماتوا مساكين قبل ما يبروا هذو عنهمش يكريدي ولا ما عنهمش يكريدي ماتوا يعني ماتوا ولكن كانوا امراض فرمضان كانوا امراض ماش كان اخصمي دي ما كانواش باعدوكم المراض اللي يقولوا عندهم مراض موزمين اللي يخرجوا الفيديا ولا هذو جاه من المرض ناموا على الفرشة على المرض ماتوا وربك يقول فمن كان منكم مريضا وعث عدة من اي ومن اخر وما ما عاشوش لأي يابر اخر باش يرضى لكن لكن الاحسن ان الراجل اللي جاعد النبي صديق له مات ابي ولا مات امي وكان عليها دين افتاع رمضان افأصوم عنها اولا عنه قال البي صلى الله عليه وسلم ارائت ان كان على ابيك او امك دين افكنت قاضيتا او كنت قاضي قال بلى قال فدين الله يحق بالقضاء صوموا عليهم ان شاء الله ولادهم يصوموا عليهم صوموا عليهم ذلك ان شاء الله مزيان باش يخرجوا يصوموا عليهم ان شاء الله يصوموا عليهم الولاد ان تحمي يصوموا عليهم ذلك النهارات أولا قاعدة 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 من إن كانوا امراض ربما وكانوا مقدرش يصوموا ربما يفدوا يفدوا عليهم ولذلك أنا أعطتكم هذه الحلول كاملة إما أنهم ماتوا ولم يكتب لهم الله سبحانه وعز وجل الأيام حتى يستطيع أن يقضيها مع لهم والو لكن لكن مشوا الإحسان أنتم الوليد أنتكم عاشوا واحد رمضان ومقدرش يصوموا ومع عاشوا صوموا عليهم صوموا عليهم في الحديث راح كعيد صوموا عليهم صوموا علي واليدكم هذا دين صوموا عليهم إلى كان إن شاء الله تبارك وتعالى بغيتوا مسألة أنكم لا خليوا غير هذه صوموا حسن صوموا حسن باش تقول غير أعطي الفيديا ما لا صوموا حسن لأن هذا مش من ناس اللي كانوا زمنة يحتاج للفيديا يعني كان ما يقدش قاعي صومحياته وكان من هذا كوخة تفديوا للذين يطيقونه وعلى الذين يطيقون فيديا تضعهم هذا مشيرك الناس الذين كانوا لا يستطيعون الصيام والله تعالى أعلى وأعلم وصل الله على حبيبنا محمد جزاك الله